أولاً نبدأ في النشأة الله لما ذكر الصالحين قال وكان أبوهما صالح إسماعيل والد محمد البخاري اسمه محمد بن إسماعيل والده إسماعيل لما مات كان البخاري صغيرا فقال وهو يقارب الموت يعني بساعة الاعتذار قال والله لا أعلم في مالي درهماً حراماً ولا درهماً فيه شبهة من حرام قال أحمد بن أبي حفص كان حاضراً قال فاستصغرت عندها نفسي وقال البخاري بعدها أصدق ما يكون الرجل عند الموت إذن هذا الإبن الصالح نشأ في كنف أب كان يتورع أن يدخل ماله حراماً أن يدخل ماله شيء من الحرام إن كان بشبهة أو إن كان حراماً محضى فهذه التربية هي التي أخرجت للأمة رجلاً عظيماً مباركاً وعالماً جليلاً هو محمد بن إسماعيل البخاري هذا أولاً حجت أمه وأخوه أحمد وأحمد أكبر منه إلى مكة قادمين لبلاد خرسة فلما قدموا إلى مكة كان عمر البخاري حينها ستة عشر عاماً رجعت الأم ورجع أحمد وبقي من محمد الذي أصبح بعد ذلك الإمام البخاري كم كان سنه؟ ستة عشر عاماً لماذا مكثت يا محمد؟ قال أريد أن أطلب الحديث والحجاز يومئذ موئل العلم فأخذ يطلب الحديث ثم ذهب إلى المدينة دخل في سن الثامن عشر وكان قد جمع شيئاً من أقضايا الصحافة والتابعين فبدأ يكتب وهو في سن الثامنة عشر ثم بدأ يكتب كتابه الشهير التاريخ الكبير إلى الآن ما وصلنا إلى الصحيح التاريخ الكبير أين يكتبه؟ يتوخى الليالي المقمرة التي فيها البدر مكتملاً والضوء شائعاً فيكتب التاريخ الكبير بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام يكتب كتابه التاريخ الكبير في الليالي المقمرة معنى ذلك أنه مكث طويلاً لأن الليالي المقمرة معدودة في الشهر ففي شهرين أو ثلاثة أو أربع أو خمس مكث في المدينة يكتب كتابه التاريخ الكبير ثم عاد بعد ذلك إلى بلادي وأخذ يطوف ودخل بغداد كثيراً ورأى العلماء ومن أشهرهم الإمام أحمد أما في هيئته رحمة الله تعالى عليه فكان الإمام البخاري فيه يميل إلى السمرة يميل إلى السمرة نحيف جداً متقللاً كثيراً من المأكل قليلاً ما يأكل ولذلك كان نحيفاً ليس بالطويل ولا بالقصير قلت يميل إلى السمرة ورث مالاً عن أبيه لكنه لم يكن منه يوماً من الدهر أنه باع أو اشترى لم يعمل في التجارة نهائياً يعمل في التجارة مضربة باسم غيره لكن هو نفسه لم يباشر بيعاً ولا شراء قيل له لماذا؟ قال أخاف من الزيادة والنقصان والتغليط لتعرف أن المبايع والشراء يحصل فيها من المماكسة والأخر والعطاة ورفع الصوت ما لا يليق وكل إنسان يعني يريد الخير لنفسه فهو يتجنب هذا فإذا أراد أن يشتريها وأن يبيع أو كذف بها غيره حتى يسلم من الغلط الذي يكون مع الناس لتبقى هيبة الدين في قلبه والخشوع والإخبات يبقى في قلبه ويقول عن نفسه مغتبت أحداً منذ أن علمت أن الغيبة حرام وهذه قد لم يسلم منها أحد أسأل الله العافية ثم إنه مع هذا الوراء مع هذه التقوى مع هذه الروح المتعلقة بالله جل وعلا الصادقة مع ربها كان يطف في الأمصار يأخذ علم الحديث ثم كتب الله له أن يقدم للأمة هذا الكتاب المسمى الجامع الصحيح الجامع المسند الصحيح من أموذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه هذا اسم الكتاب